ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حيال النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا ربي لنول اعجبكم التبقى اعمل معاكم شوية حاجات كده حلوين كده بصوا روتين مشجع جدا ان شاء الله يعجبكم ما تنسانيش بقى في احلى لايك من ايديكم جميلة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا احلى اشعار من كانوتي الناس بقى اللي معايا وجودات كده ولسه ما عملوش اشتراك يلا عملي اشتراك بقى فضلا وليس امرا لول كانوة عجبتك عشان الكانوات يكبر ان شاء الله بيكم وليكم ان شاء الله طبعا قمت كده عملت افطار معاكم قلت هعمل الغدا معاكم وكنت بصور وانا سقعانة جدا جدا بس قلت لما فر يا بيتها وفاق لأ صوري وما تكسليش كده عايز اقول لكم انا سعابة بمكسلة والله العظيم ايه على التصوير يعني عايز لفت نظاركم كده الحاجات التصوير ده اصلا بيالخمنا وبياخد مننا وقت يعني غير ما انت تكوني يعني غير ما انت تكوني مثلا بتعملي حاجتك براحتك من غير تصوير ولا تعدل الكاميرا ولا الستاند الجبين نحيا دي وكده فقلت الله المستعم بقى ما تكسليش وكده لاني ساعات بقية تكسل وعمل كده شوية حاجات كده مع نفسي كده في الخباسة كده قلت يا بيت تتخبسيشي النهاردة الله العظيم سعب بابا مش متشجع للتصوير وارجع اقول لك ابنت يا وفاق يلا صوري كده ما حابك بك اه طبعا كده في اول الفيديو حابة اه هقولك انا كنت باتحك عليها بس لان ما ليجي بقى للمقطع ده هنا بقى بداية الفيديو معايا كده انا اللهم صال على النبي كده قمت بقى عملت كده لبن قلت حط لبن على النار يغلي وعملت كده بتاع دوات شاي بلبن كده اهو حطت البرادة على النار يعني ما فيه الشاي اه وطبعا قلت بقى حطت جبن وشوية قرص كده وشوية قرائش من اللي عملتهم مايكو ايزا اقول لكم تحفة جدا بقى وإلا بقى لما تدي حبيبك كده ايه حابة قرائش حابة قرص الحاجات دي البسيطة دي بتفرح جدا يعني الحاجات اللي بتعملها في البيت دي بتفرح بقى حبيبك وكده تكون كده عاملة حساب كده ايه الناس اللي بتحبيهم كده تديهم كده شويات كده بسيطة من كل حاجة دي بتفرح طبعا القرص عايزة اقول لكم طلعة جميلة جدا جدا اه ومبسوطة بقى مثلا انا ساعات ببقى مضغوطة مثلا طول الليل بسجل بصور ورايا شغل فساعات اكترية الوقت حتى بتلاقوني ارد عليكم بالليل او في الكومنتات بتلاقوني صهرانة يعني فساعات مثلا ما بقومش معيالي وكده فبتبقى القرائش دي بقى جهزة ليهم القرص جنب كوباية شاي كده يعملوا ويعتمدوا على نفسهم الحاجات دي هات حلوة كده وخير وبركة في الشقة يعني اهو عايزة اقول لكم النهاردة بقى هدحكوا علي عشان انت عارفين انا كل فيديو عامل فيه كورومب معاكم هبصوا بفضح نفسي كده زي ما بيقول عشان انت عارفين انا ما عارفش هاسسا انا نقي الكورومب والكلام ده انا ما جبتاش والله انا بعدت يعني بعدت جبت الكورومباية ديت انا ما جبتاش بعدت جبتها بس كنت فرحانة ان هي مش مزرعة يعني انا انا ازا اقول لكم والله اخطوكم لما بتروح تجيبها بيجيبها مزرعة تعرفوش ليه مزرعة كده ومراعرعة كده زي ما بيقول المهم بقى انا حطيت جبنة طب يا وفاق جبنة ليه جبنة بيأكلوا بها القرص عادي يعني بيحبوا ساعات كده يمسكوا القرص كده زي العيش وبيأكلوا بها الجبنة يعني قمت بعملت الفطار المحترم ده وعايز اقول لكم تغيير يعني يوم كده فول وطعمية وبطاطس والحبشتكنات اللي انتوا عارفينها ديت ويوم كده نعمل كوبايتين شاي بلبن كده وشوية ارائش وخلاص على كده حلو الحمد لله بصوا في حد فيكو كتاب لي قبل كده قال لي وفاق كل اللي بتعملي في الفطار حلو كل حاجة بس بتقلي حاجات كتير والزيت وغلط ومش هارفي طب اعني اعمل ايه اقولولي اعمل ايه طيب هو ده الفطار بتاعني يا جماعة طبعا انتوا عندوكم حق مش هقولوكم لأ الناس اللي كتبت لي كده لكن طب هي البطاطس بتتقلي طبعا بصرف النظر كده عن الشراب الاحمر كاللي انا لابسا في رجله ده في رجله في رجلي ده بصوا انا كنت ساقعانة هو بتاعي البجامة فانا روح تحط الازدال زي ما انا كده زي بخير كده بالشرب بكل قلت بقى اعمل ايه طيب اعمل ايه بتشوفيك ويه تلك اه فالمهم بقى دخلت كده بعد الفطار زي ما انتم شايفين بقى لما بقى الحاجة كلها مكانها وطبعا انا بحب كده بصوا كرنباية بتاعتي الامر امر بصوا بنورة تحت الرخامة هي طبعا بقى انا بخليها تحت رخامة وكمان جبت بتاع دوت خضرة وجبت طماطم فبعدت بقى جبت الحاجة بتعيتها بالمرة يعني هنا بقى قلت اصب ان الرخامة كده بالليفة كده لايفيها بيتها وفي لايفتها خليتها امر عشان انا حسيت ايه ان هي مش قد كده يعني ورغم انا ما عملتش للرفطار بس فبحباك كده كده كون نضيفها وبتلمع يعني احنا بنعمل الاكل ما نضمنش يعني ساعة انسى نفسي بدل ما حط المعلقة مثلا على طبق ولا حاجة مجدبش عليكم ساعة انسى وقوم حطها ايه من غير حاجة فبهب حك تكون نضيفة عشان لما انسى بقى عادي يعني هنا بقى ايه جبت الحلة بصوا اكبر حلة عندي عشان الخص عشان الخص عشان الخص وقعد كده جبت الميا بقى آآ وقلت بقى حط ميا على النار كده آآ تسخن كده عشان اسلق الكرومبايا معيكو وهنا بقول لكم ياختي على الكرومبايا امر امر انتوا فهمين يعني ايه وفاق جابت كرومبا النهاردة انتم مش مدركين الخطر اللي انا فيه الموقف خطر يا جدعي فافشل واحدة جيب كرومب يعني فبصوا قلت كده كده يا بيت وفاق انت مبتفهميش في الكرومب ولا في تنقية الكرومب الناس عارفة عنك الكلام ده فقلت بص بقى عتيبها بالبركة كده انا كلمت والله الراجل بالتليفون وبعتها لي يعني آآ وشوية خضرة وشوية الطماطم وكده والكلام ده كله قلت له بقى بص العيال معدية جوزي معادي اللي معادي فيهم اديله الحاجات دي كده انشان الله خاص يعني تعارفين اختكم بتتصرف اهي واو 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 مش مزرع ولا حاجة الله ينور عليك يا بيت وفيه فكل واحدة فيكم فشلة في تنقية الكرومب تقول لي في الكومنتات عشان ما حسش اللي انا الواحد يا جماعة سالوني سالوني كده ويعني عشان الواحد محرج او من نفسه يعني والله يا عادي انا بازدر معيك وعادي مش لازم اني بقى فاهمين في كل حاجة ولازم انت مؤترفة بكده عشان ما يبقاش عندنا كبر عارفيني الناس اللي بتكبر وتحسسك اللي هي فهمة في كل حاجة دي مع ادراك الناس دي من جوها ايه فعادي خلي الدنيا بسيطة كده واقش حياتك ببساطة يعني مش عشان انا يوتيوبر بطلع على اليوتيوب وشغلها هنا على المنصة والكلام ده كله فبينلكم البيت الدكتورة فكلمة الدكتورة دي احنا بنهزر بها اساسا يعني فعادي ما فيش حد عارف كل حاجة وما فيش حد يعني فاهم في كل حاجة يعني لا لا اكيد يعني المهم اه قلت بقى لاخص شوية الموعين دول لاني طبعا انا محتاجة اخسل الكورنبايا وفيه برضك حد قبل كده كان بيعلق لي يعني بفتكر طبعا معيك وكومنتات وانا ايه وانا اه بجهز لكم الفيديو ده اه وانا بعمل الروتين كده يعني بكلمكم قصدي على الكومنتات اللي انا بفتكرها اه كانت تقول لي ليه وفاق بتشطف الكورنبايا اه عملي ما تسلو ايها عملت كده كده هتسلو ايها اه فا يعني ليه يعني ايه ليه بشطفها يعني ليه ايه مش فهم انا مش فهم يعني عارفين لو ما بشطفاش اقول ماشي بيتعلق لي على كده فلا هي الحاجة لازم ان كلها تتغسلي يعني عادي اه تتسلق فلا فهدتسلق دي وبعد كده هتتقطع وتتاكل فنخسلها الاول ضخدار يعني عارفين لما بخسلها لقدر الله لو فيها حاجة كده ولا كده بتقوم طالع معاكي في المية يعني بتقوم نزلة هنا في الحض وخالص على كده لكن ايجي حطها في المية السلق كده على طول لا فمش هتاخد منك حاجة بس في نفس الوقت انت كده بتعمل حاجتك بنظافة على قد ما بنقدر يعني عشان احنا عندنا وسواس كهري من ناحية النظافة يعني الحمد لله اه عايز اقول لكم بالليل بقى انا نزلت بص مع نفسي مش في التصوير يعني نزلت كل الحاجة اللي في المطبئية ديت ونقعت بقى الكوبات بشوية ملح لمون زي ما كنت بعمل معيكو اه ومية سخنة وشوية بتاع دوات صابون عايز اقول لكم الكوبات تلاقي تبصوا بتتحدث عن نفسها كده من جمالها ونظفتها عشان المية عندي ملحة فالكوبات كل فترة بعمل الحركة اللي انتو عارفينها ديت فخليت المطبئية دي كلها فلقة بس قلت لي مش لازمني يعني اصور يعني كنت واخدرحتي بقى كده مشمارة قدية وبتخانق بقى مع الكوبات في الحوض وكده يعني ساعد بيبحشني ايه برا التصوير يعني تنظيفاتي برا التصوير خالص روتيناتي برا التصوير يعني هنا بقى خلصت خلاص المواين اللي في الحوض ديت وروحت جاي بس الطاب Fortley ياوفاء انا قلت لك على طريقة السابون يوفاء كزا امرة سألك على طريقة السابون اللي هو الكتع يا جماعة انا بحط لكم تحت الكومنت لنك الفيديو تمام بس انتم مبتاخدوش بالكوا بقى من رضي فانا والله مالية زمت انتم مبتاخدوش بالكوا انا كل مرة حط لكم اللينك بتاع الفيديو فاي كومنت بيجي انا مش بتجهلهلاك كومنتات اللي انا مش حبها هي اللي بتجاهلها بس مش اكتر. آآ يعني اللي تقول لي تبادل اللي تقول لي بيستنياكي ده من موضوع القنوات يعني فانا مبردش على الكلام دوت. عشان كزمارك كلمتي في كده بس آآ يعني لا تعاليك مفيش فايدة. قلت ده بيوقع الدنيا بس الناس آآ متحستش ان انت بتتكلمي مع حد بتتكلمي مع نفسك. فلما حد بيطلب مني حاجة انا ما بسكتش ولا بحطوا لكم لينك بتاع الفيديو. انا حطيت شوية كمون وحطيت شوية ملح كده زبطت المية بتاعت الكرمب وبعد كده نزلت بقى الكرمبية ديت كانت بسم اللمش والله آآ مليانة. كرمبية ديت عاملة سبعة وعشرين جنيه. آآ بس حلوة. يعني هتشوف عمقيتلي حلة محترمة كده. يعني فاض مننا كتير والله. عارفين بقى تاني يوم بحب ان انا سخنوا كده بايه بكتاقة زبدة كده من على الوش ولا حاجة ودخلي الفرن بقى وتشتش كده. او على نار واطية كده على المتجيز. يطلع معاك جميل وزي الفل. طبعا انا اي اكل بيفيد تاني يوم بزود عليه حاجة بسيطة وبعد اليوم. ما فيش حاجة عندي بتتريمي كلها نعمة ربنا. فيش حاجة بايتة عند حد غريب ده الاكل بتاعك بايت عندك مش عند حد غريب سمعي ميني. سمعي ميني الشرم بيته وفاق بسه. كده يعني. المهم بقى اللهم بصالة على النبي يا رب. بس كده انا قريت على نفسي قر والله. حتى اقول لكم الشتة نساية مشتها جيه يا جماعة ولا حسنة انا مش مزبوطة. شفتو? نبرت على نفسي. المهم بقى ان ايه? ما بحبش اهري الكوروم. ما بحبش اهري لان كده كده بص الصهد ده. يعني لسه بيسوي لك برضك ايه? الورق. فما بهرهوش. لان انا كده كده هستيبه لحد ما يهدى. وبعد كده هبتدي بقى اشتغل فيه. يعني لسه بيسوي شوية بقى من الصهد اللي في المصفة ده. اهو. على طول كده. كورومبايا ما شاء الله الورق بتاعها زي الفل. اه احد فيكو برضك هيرجع يسأل لي يقول لي يا وفاق الورقة تخين ولا الورقة تخينة وانت بيتلف فيها ولا الورقة بصوا فيه فيه. يعني الكورومبايا ديت لقيتها توقم كده متفهموش. لقيتها عندها في صف الشخصية. لقيت ورق والله العظيم خفيف وما فيش فيه عروق ولاقيت ورق مليان عروق كده ودخين شوية. بقى قلت خلاص يعني. يعني عرفت ان انا اتعامل معه وخلاص بس اتلاقيت زي العسل والله. تاميب كده. بس بقى ما شاء الله كمية. اخر حاجة دول بقى بقى حطاهم كده مع بعض. خلاص على كده. لازم بقى شوية الكمون وشوية الملح دول. تزبطولك كده ايه المية اللي هتسلقي فيها كورومبا. خلاص على كده خلصت الكورومباية بتاعتك جميلة. طبعا انا ابتديت بيها عشان تبرد عشان يعني يا بالم اشوف هعمل ايه. لسا التسبيكة الكلام ده. اه تكون بيردت معاشا نعرف ان انا قطحها وكده. اه الناس بقى اللي بتقطع الكورومبا ده على القطاعة والكلام ده كله بص انت فاتك كتير. شوفي وفاة بس هتقطعها ازاي وانت هتدايلي. اللي انا بعمله ده هسهل بكتير والله. بس كل واحد حسب ما اتعود فعلا. آآ جبت البصل بقى كده. هبتدي ان انا خرقت البصل. انا طبعا كنت بازبط ايه. اللا ما بحشت ان انا يا جماعة ايه مش ادرى اوف او ام او مثلا مع ريفة النهاردة مش عايز اشتغل الكلام ده كله بقوم شغالة جنبي ايه? الراديو دوت عايزة اقول لكم بيسليني وبيخليني ان انا اسرح معي كده وتوه عن اي حاجة. والله ازاي بقول لكم كده ما يكون في صوت جنبك بيسليكي. وبلاقي نفسي سراحة كده. شوية يعني مش اجدب عليكم انتوا عارفين انا صريحة. آآ يعني ببتدي كده بالقرآن كده. وافضل استمع كده. وسعاد بيبقى فيها حديث بافضل ايه انتبه ليها. وللكلام شوية كده افصله واسيبه. شوية كده تلقيني شغلت مثلا اغنية ولا حاجة مش اجدب عليكي. طبعا عارفة ان الاغاني حرام ربنا يهدينا. وانا قلتلك قبل كده ان انا هديت كتير كتير من ناحية الاغاني. بس ما منعتهاش خالص. يعني ما منعت. اتمنى. اتمنى والله دولر للهداية. يعني اتمنى ان انا مسمعش اغاني تاني. بس ما فيش فايدة. لما فرق. تلاقييني اسكت اسكت وتلاقيين اشغل بها اغنية اتنين. بس صحابي بل من ادم مننا يعني اعايز يخرج شوية من اللي هو فيه. يسمع اي حاجة بيحبها كده. آآ فاتلاقييني بقى اسماتي شوية القرآن. خلص وفصلت شوية. وشوية تلاقييني شغلت اغنيتين كده. آآ روشين كده. واقول يلا بقى بيتشوفية بقى. يلا. آآ المهم بقى انا طبعا خرطت شوية البصل وحطتهم بشوية زيت كده على النور. وهي ارن الفلفل اللي انا خرطت ده عشان هحتاجه دلوقتي. آآ ما عنديش فلفل الوان. فقلت خلاص ايه? اخد فلفل رومي اخضر كده من اللي انا ايه جبته ده. هنا الطماطم بقى انا هبتدي ان انا ازبطها كده عشان نعمل احلى تغديع مع بعض كده للكرومباية الجميلة ديت. عايز اقول لكم كرومباية ديت دفت الشقة النهاردة. هو الشتة عايز كده بصي بقى عايز كرومب. آآ عايزة تعملي عاد الحاجات اللي بصي بتدف دي جات كده يعني. خلاص على كده. عايز اقول لكم بقى يعني بحافظة على المطبخ كده عملا اقول له بص انا مشيها واحدة واحدة عشان تفضل نضيف عشان ما تعبش فيك. اهو. اصعب حاجة عليه في التنفات هو المطبخ. او والله العظيم. انا ممكن اشيل الشقة كزا لكن المطبخ ده متعب. متعب. هنا بقى البصلاي بدأ التدبل كده معي روح تمنزلها ايه. آآ ارن الفلفل اللي انا قطعته معيكو. ده باش هم بيديها ريحة كده والطعم يعني بيوديها في حتة تانية. آآ هنا بقى اللهم بصال على النبي يا رب انزلت بقى بالطماطم. ضربت الشفشق ده وراء الشفشق ده. وحطيت واحدة بقى ايه آآ ماجي. هو مش ماجي. انا الثاني واخد على ماجي يا جماعة. انا جبت اللي والفين فوس ده. آآ وحطيت شوية فلفل. شوية ملح شوية بهرات كمون كده. زبطت ايه? آآ زبطت التغذيع بتاعة المحش بتاعتنا كده عشان تتصبك وتبقى جميلة. حطيت شوية سكر كده صغيرين. وخلاص على كده هبتدي بقى ان انا نقلبها واسيبها تاخد وتدي مع نفسها. ياهو. تمام كده. بس كده. بالمعلقة المقلبازة ديت يعني. انا مش عارفة ان استخدمت معلقة الخشب ليه? بس يلا يعني. يعني بس عادي. ما عرفش بقى هو عادي ان انا نقلب بيها في الالمونيا ولا لأ. بس ما عرفش يا جات معي كده يعني ما كنتش مركزة يعني. هنا بقى جبت البطاعة بتاعتي دي مسكتها غزتها كده في ضهرها ضدتها بس اجيها. فتكري اي حد ان داي غز الفرخية دي. انا مسكت الضهر فتحته كده بس استبت اخر حتة ديت يعني ما فتحتهش للاخر خلص. اه سبت اخر حتة صغيرة خلص. اه طبعا انا غسلة معيكم الفراغ دي كلها ومفرزيها وشايلها معيكم تمام? يعني ان دي فزي الفل. اه طبعا بقى قلت ايه بسوا انا الفرخية ديت عشان الخص كده زي ما بيقولوا وما بيحبها بالطريقة ديت. انا مسكت كده بصالية كده الصغيرة بشرتها. ازا اقولك بس تجربت طريقة ديت انتو عارفين بقى انا ببقول لكم على حاجة حتى لو بسيطة. بتطلع جميلة وبتقولي في الكومنتات جربناها يوفا بجميلة. بصوا بقى البصالية انا حطيت عليها شوية فلفل اسود شوية ملح. والبصالية ديت انا هدبل بيها الفرخية من جوة بس. تمام? من جوة ومن تحت الجلد كده. اهو. هحشي بيها كده الابتاع ديت. اللهم صلى على النبي يا رب. اهو. الفرخية من جوة اقول لا. يعني اهو كده. دبلي بيها الفرخية من جوة. تمام? هجيب بقى شوية ملح وشوية فلفل من غير بصالية. هدبل بيها الفرخية من بره. تمام كده. تمام كده. سهلة جدا. هزول لكم بقى طعمة. واللي بتعمل ضيط بقى كده. ويعني بتحب اشتاكل اي حاجة اتخن وفيها دهون والكلام ده كله. احنا هنحطها زي ما هي كده. هتشوفوا اصلا الفرخية دي اصلا كبيرة عاملة اتنين كيلو. آآ فهتنزل كل السيمين اللي فيها المادة الدهنية اللي فيها كلها هتنزل. معك طبعا فاقرة الدكتورة وفق حالا كده. الدكتورة نقحة عليا دلوقتي يا جماعة. زي ما هي كده. تمام? وهدخل على الفرن. لا حطينا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة هي هتنزل الدهون اللي فيها وتستوي منها فيها. طبعا انا بعملها معاكو كتير بس ايه? آآ ما بحطش البصالية اللي انا حطيتها دي. بس النهاردة قلت عامل ايه حاجة مختلفة كده تكاية كده حلو. يعني نزبط الاداء شوية كده. آآ هنا بقى مسكت الفلفل الرومي ده انا هاخد كم واحدة كده. ببقى اللغة الصغير فيه. آآ عشان بحب بحطه كده في حالة المحشي وانا ايه. آآ وانا بلفه كده وبحشيه لاني بتبقى حلوة يعني بيدي ريحة كده معيها. بيخليها تفرفش وتنعنش كده. اهو. تمام كده. هاخده بقى اخسله. وجبته تانية حطيته هنا. همسك بقى الورق بقى هبتدي ان انا قطعه وزبطه. طبعا هكمل وانا قاعدة في الارض. مش هكذب عليكم. بس ايه? قلت واريكم كم ورقة كده. بس طبعا انا ولا بجيب حاجة قطع عليها ولا الكلام ده كل. لا ده ايه? للناس الفافي. للناس اللي لا بص اديها كده. اديها على طول كده. اهو. تمام كده. قطعت بقى بص اهو. بص كل واحدة فينا حسب ما بتحبي بقى ايه? تعملي السبوع كبير. تعملي السبوع وسط. اه سغنا. حسب ما تحبي. اهو. اديها على طول. خلاص على كده بقى ايه? هزبط كل الورق ده. وطبعا هخلي الفلفل معيه. طبعا انا قبل ما التسبيكة بقى ايه? آآ تكون اتخدعت كده. آآ اكون انا زبطت الورق ده كله بقى كده. عز اقول لكم ان شاء الله الورق بتاع حرامة معيه وجميل جدا. طبعا من هنا ورايه بقى تلاقينا عاديين بنعمل في كرومب وندف الشقة. نعمل في عدس وندف الشقة. هنا خلاص كده قطعت كل الكرومب وحطت كده معيه الفلفل. وغسلت شوية رز كده يعني تقدريا كده ايه? على قد الكرومبية وفعلا طلع على قد الكرومبية بالزبط الحمد لله. نزلت بقى بالتغديعة بتاعتي شوية التغديعة كده النمى ايه? ماولكش عالجميل. انا بقلب بس كده ان اشوفها محتاجة تاني ولا لأ? آآ كان عندي بقى شوية خضرة كده في الفريزر. كانوا يعني كنت جايبة المرة اللي فاتت خضرة كتير. فاللي بيفيد بحطه في كيس. ببام قطعه وحطه في كيس. بيجي في مرة زي كده. آآ يعني اهو. سهلة علي. او محتاجة كده ومخرجته. رحت حطيته على ايه? على شوية الرز بتاع المحشي. طبعا انا بحب تاني ارجع حطي طوابل تاني هو المحشي بيحب كده. عارفش البطرمان ده لقيته فوت. فهشوف بقى حاول اغيره اصلا لاني لقيته فوت مش بيقى في العدل. فممكن يوعي بهدل للديني. بهدل للديني. مش موضوع بقى ان الطوابل اللي عادتروح بس هيبهدل للديني. خلص كده زبطت ايه? التغديعة بتاعت المحشي بتاعتنا كده. تعالوا بقى ايه? نلف الكورمب كده. بصوا بقى اختكو يعني ايه? مش هوليكو اجدع واحدة في لف الكورمب بس انا انتو عارفين بقى يلالكو قبل كده. بقى بقى لفوا بسهولة يعني. هيضي ديني بقى محشي كتير وقعدة لفهولك يعني. دواس يا هو. لكن تقولي لي نلف على الرخامة ونلف على الطابلية ونلف على الجران. ليه? ليه يا كليه ما هو على طول الجيهة. خليك يشاطر كده وحبكة ولباكة كده متعزريش. مهم باقي ست الكلة لو وصلت لحد هنا حط احلى لايك من ايديكي وفعل زر الجرس. على كلمة الكل عشان يوصل لك اشعار بالفيديوهات لما تنزل. ايه ده يا بيت يا فوفة? بص ما ما كانش عندي شربة وطبعا الفرخية انا حطيتها تتشوي في الفرن. فالمهم اعملت شربة بماجي كده ونزلت فيها معلقتين آآ صلصة اللي هي التغذية اللي احنا كنا عاملينها. وخلص على كده ساقيت بيها المحشي. هيقول لك لأ مش هيقول لك لأ. هنعمل ايه طب اللي عايزين ياكلوا الفرخ ما شوية يعني هنقول لهم لأ. اتصرفي. الام الحنونة السغنونة تصرفت. خلص على كده آآ حطيت بقى المحشي على النار بستو بقى الفرخية نزلت كل المادة الدهنية اللي فيها زي واستوت معي وبقت امر وطعمها زي العسل. هنا بقول لكم طلعت طبقة فراولة وهنا غسلت كل الموعين وحطها تتصفة ومضمخي فلا فلا فلا. يعني انا على طول اقول لكم اثناء الغداء ببقى بنظف كمان المطبخ معيكم. مش بعمل الغداء. واسيبه وارجع نظفه. لأ. كله بالمرة كده. وساعت لو البتجاز تبهدل تلاقيني بعد ما اخلص اللي عليها اصب بينه قبل ما احط الغداء. آآ لو مش اقدر بقى طبعا بتلاقيني يعني ممكن اعجل البتجاز. ممكن اعجل شوية معين. مش اجد بقى عليك يعني. آآ طلعت فراولة بقى تفك عشان كندة. كندة قالت لي ماما عايزة عصير فلولة. فلولة. مش مش فراولة. لأ فلولة. عارفين لما بتقول كلمة غلط وارجع انا آآ عايب عليها مسلا مؤلدة تقوم مسححها الكلمة. فهي من الاطفال العنيدة يعني اللي ايه آآ قولوا قدامهم الحاجة غلط يقوم مسححينها. فبقى اعود اعمل كده عشان تعرف تصحح الكلمة بتاعتها. والله فلولة تقول لي او. فطلعت كده طبق يفك طبعا عايز يتغسل ويتنظفه كده. بس قلت يا اشيل المواين لان المواين خلاص كانت قربت تنزل من الشباك. فطب ليه? ليه احنا تعبانين فيها. بقول ده اشيلها كده واخلاص منها يا. كانت اتصفت بقى والدنيا تمام كده. وانا سايب الاكل طبعا بيستوي ليس طبع. اهو. جبت بقى طبع الفلولة بتاعنا. اللي صنعت لوح زي بنتي. فالمهم بقى جبت طبق تاني كده عشان انا اتضفي الفلولة كده على طول. طبق ده انا كنت مستصغرة. هنا بقى هي عمالة تقول لي هاتي واحدتين فغسلت لها واحدتين وديتهم لها. عشان تطلع من دماغي قبل ما خلص دين. فبقول لكم كنت مستصغرة طبق دوته عمالة اقول معقول هيعمل شفشا يعني ده ولا ايه فسبحانك يا رب. الحاجة كده لما تسمي يعني انا بحب لما بكون بعمل الاكل بحب ان انا سمي. بحب سمي اللي كده بحس الاكل ربنا بيبرج فيه والله. آآ فعمال لي شفشا محترم يعني هتشوفه. هنا بقى غسلت الفراولة كده على طول. اهو. على طول. برجع شطفها تاني وارجع حطها فين في الشفشا عشان الفراولة بتبقى عايزة غسل محترم يعني. خلاص على كده. آآ اهو سايب الحط بتاعي بصف ولا شبعة منورة يعني شانت بقى نفسيتنا كده مرتاحة. حطيت بقى شوية سكر وجبت كيس لبن كده شفتوه اللبن دوت بينفعني ازاي? على طول كده. يعني حطيت اللبن ده نصف كيلو طبعا زي ما انتم عارفين فحطيت عليه زودت شوية مية تاني. وخلاص على كده. شوية مية اللي حطيتهم كانوا شوية صغيرين بس زبطت بهم الشفشا يعني. وضربت بقى حلو كده. وبعد كده اللهم صلى على النبي يا رب جبت الشفشا دوت. آآ وحطيت وككة طبعا وقفة جنبي فقبل ما اخلصوا كله الحطة اهو. احتحت طلع. اهو. انا ما بصدقكم بعمل حاجة وهي عايزة منها يعني يعني. طبعا بقى احطوا في التلاجة كده بعد الغدى بقى بيطلبوا مني ان يشربوا حاجة الكلام ده كله. آآ فقلت يسقع كده في التلاجة عبيل ما نخلص الغدى بتاعنا. اهو على المحشي بقى. اهو على المحشي. الله عليك يا بيت شوفي. الله ينور عليك. اهو. يزلت بالمحشي كده الجميل بتاعنا ده شايفين? ولا تقولي الاسبع فك ولا اسبع مش عارفة ايه ولا الكلام ده كل. اتهزريش احنا ما منهزرش. اقول الفرخية بقى. الله عليك يا بيت شوفي. طبعا همسك الفرخية كده شيلها بقى من كل السمين اللي نزل منها ده مش عايزينه. بس ايه بحب ان انا حط معلقتين كده منه بس من على وش الفرخية عشان بيكون شكلها ناشف كده فيديها لمعة مش اكتر يعني. خلص على كده. رأيكم في الجمال ده. بس بقى كل اللي نزل منها ده مش عايزين. خلص على كده هي دي الفرخية بتاعتنا الامر ودوت المحشي بتاعنا الجميل. ويا رب الفيديو كنا عجبكم اهو. وهي هنا بقى ايه? رحت اي محطانهم كده عصير. انا كنت شربتلي في انجال قهوة تاني وبعد كده هم طلبوا مني عصير فجبت تلج كده من التلاجة. التلج دوت انا كنا لسه جايبينه كده. اه على هيئة كده اشكال كده فواكه. ايه شياختي فراولة كده فضلت. اه فضلت. يور ساني هيتلوح بقى في اخر الفيديو. معلش جماعة دهنك من كتر الكلام. فضلت خرق كده فراولة على برتقال على مش عارف ايه. فبيدي اشكال حلوة كده للولاد التلج ده. وبيفرحوا يعني به. وخلاص على كده. وطبعا بيتغسر وبيتشال تاني يعني في الفريزر. وقولك بقى مع الفي سلامة واستنظرين شاء الله مني في ديوك دي. ماسالي.